ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الأمير حمزة بن حسين قال في تشجيل صوتي أنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية وتوعد ولي العهد السابق في التشجيل الذي بثته المعارضة بعد تقييد أنشطته قال الأمير حمزة عدما يقول رئيس الأركان كلاما من قبيل ممنوع الظهور أو التغريد أو التواصل مع الناس ستوقعوا أن هذا شيئا غير مقبول وكانت السلطات الأردنية أعلنت الأحد الماضي عن إحباط مؤامرة ضد المملكة شارك فيها الأمير حمزة وألقت القبض على ملاي قل عن 16 مشتبها به ووجهت لهم السلطات الأردنية اتهامات بالتحريد والتآمر مع جهات خارجية وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني أيمان الصفدي في مؤتمر صحفي أن حمزة بن حسين وآخرين تواصلوا مع جهات خارجية لتقويد أمن واستقرار الأردن ترجمة نانسي قنقر